اهلا بحضراتكم مشاهدينا فقرة جديدة من برنامج طبيب البلد اي عضو في جسمنا ممكن يصاب بالامراض ده بالتأكيد لكن مهم جدا مرحلة التشخيص لازم اعرف انا عندي ايه بالتحديد عشان اعرف اروح لمين الطبيب المختص التشخيص هو بداية الطريق بداية العلاج مهم جدا كمان اعرف ان في اعضاء متصلة بجميع جسمنا زي مثلا نهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن النخاع الشوكي ايه علاقة النخاع الشوكي بكل طرف في الجسم هو مسئول مسئولية كاملة عن الاعصاب الموجودة في الجسم هو حزبة من الاعصاب زي ما بيقال مسئول او بيعد جزء من الجهاز العصبي المركزي كامدداد للدماغ مسئول عن كل الاعصاب في الجسم طب لو حصل فيه مشكلة هيحصل ايه؟ بل هنعرفه النهاردة مع حضراتكم كثير من التفاصيل عن النخاع الشوكي اسباب المشاكل اللي بتحصل فيه طرق العلاج الجديدة والمستحدثة مع ضفتي المنوراني النهاردة في طبيب البلد دكتور رانيا السيد السشاري ودكتوراء العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب الاصر العيني جامعة القاهرة اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك منوراني في طبيب البلد السيح عمي النخاع الشوكي موجود داخل العمود الفقري وهو في القناة الفقرية بالتحديد مهم جدا جدا نعي تماما يا دكتور اهميته مسئوليته عن الاطراف العصبية في جسمنا كلنا يعني كل جسمنا النخاع الشوكي بادئ من اخر المخ لحد هو يعتبر طبع الجهاز العصبي المركزي يعني مايسترو من اول الفقراء من اول اخر جزء الدماغ الدماغ لحد اخر اول فقرة في الفقرات القطنية كويس جدا كل ده مسكوا النخاع الشوكي نفسه الاصابة في اي لفل سواء بقى كانت على مستوى الفقرات العنوكية او الفقرات الصدرية او الفقرات القطنية تماما بتسبب الاصابة في اي لفل فيه بتسبب يعني فشل في الوظائف في كل الجزء اللي تحتها تماما اللي هي بنسميه الشلل الناتج عن اصابات النخاع الشوكي لو كان في الرقبة يعني كل اللي تحته مش شغل وهكذا تحته بيبقى الليجن حاجة اسمها ابر موتور نيرون ليجن يعني كمان ممكن العيان ده يعاني من تيابوسات التيابوسات دي بيبقى ليها مضاعفات كتيرة جدا لو ما بدأش العيان العلاج المناسب والعلاج الصح بدري مرحلة التشخيص هي اهم مرحلة خاصة يا دكتور في الاماكن الدقيقة اللي زي حضرتك طبعا بتقولي عليها النخاع الشوكي هو مسئول مسئولية كاملة عن الاطراف العصبية الموجودة في الجسم عن الامعاء عن المثانة عن الالتهابات اللي ممكن تحصل في الاطراف العصبية مهمة قوي قوي مرحلة التشخيص اروح لمين وانا عندي مشاكل في ظهري مثلا هو الموضوع بيبدأ الاول احنا قبل ما اروح لمين السؤال هو ايه اسبابه بيحصل ازاي هو الاسباب هيكون فيها الاجابة بتاعت الرد على سؤالك كويس جدا اسبابه ايه اسبابه اكترها حوادث حوادث بقى فول داون من اماكن يعني واقوع من اماكن عالية اسبابه من ضمن اسبابه محبا ايه اقوله السبب ده عشان الولاد يا ربي يحفظهم جميع الاولاد يا ربي والشباب بحب اقولي السبب ده لانه ناس كتيرة بقوا يجيوا لي بالسبب ده وحاجة مش مشهورة بسبات متكررة بشكل مش طبيعي الولاد وهم بينطوا يعني بينطوا شقلبوا بعض لو وقع على رقابتو بيكسر النخاء بيكسر الفقرات بيتقطع سواء قطع جزئي او قطع كامل لحجم اللي حصل في الوقع بينط غلط يعني احنا الاول كانت الاكتر بنسمعها في البحر في الشقلبة وفي ونط مش عارفها من عالصور في البحر فيحصل له كده يقع على حاجة صلبة فيحصل كده ففجأة يبقى مش حاسس بالجزء اللي تحته كله ودايما الوقعات دي بتبقى عنوقية للأسف طبعا العنوقية أصعب واحدة لان كل اللي تحتها طبعا ايه متصاب كويس حاجة تانية بقى لسه حالة جاية لي من المانيا اول امبارح الحمد لله أنا ببقى فخورة لما بقولها حاجات دي علشان يعني الحمد لله يعني انه مصر لسه بخير ولسه بخير والطب فيها من افضل افضل الأطباء الحقيقة صحيح فانا بقى براود مش مش عاشيني انا لا انا بقى براود عشان عشان مصر يعني فلسه كان حالة جاية لي من المانيا باصابة واقع من البول من بول بس برضو نط نط غلط اه فزي حاجة عايزة حذر منها جدا كده كل الولاد المسافات البعيدة او مش شرط ممكن مسافات قريبة النط غلط النط غلط لو غلط تعمل المشكلة زي ومشكلتها ان الوقع بتبقى على الراس فبتعمل قطع في الفقر يعني اللي بيكسر بتكون الفقرات العنوكية بيبقى شلل رباعي يعني يعني تحت من اول من اول تيتو انت بيبقى شلل الفقر الصدرية التانية يعني بتبقى انت بتبقى انت شلل بيبقى فرق الجزء الصوفي الجزء الصوفي كويس فاليدين برضو بتساعدنا يا اللهي من ضمن برضو الاسباب اما معايشة حايزة اقولهم كلهم عشان مهمة اي هو ده هيوجه الناس في حاجة اسمها transverse myelitis التهاب في النخاية الشوكي وده من الحاجات اللي بحب اتكلم عنها دايما لان انا عندي حالة من الحالات كانت كان جايا لي بالتهاب نخاية الشوكي عندها حاجة اسمها برة اللي هو رجليها بتبقى متنية اللي هو اصعب نوع اللي بيبقى فيه تايبوسات وبيبقى كمان في الفلكشن اللي هو الرجلي متنية عليها ده من اصعب الانواية دي مش اقولها عشان جاد بدري دي كانت من دولة السودان فعشان جد بدري فقدرت أنها تتعافي تتعافي تماما لأنه التهاب يعني ممكن مراحل فيه التهاب التهابات التهاب أنه خالي الشوكي لو جم بدري بنلحقهم وبيبقى التعافي تماما طيب ممكن أسأل حضرتك هنا جزء طيب إيه الحاجات اللي ممكن تكون ظاهرية أو الأعراض الظاهرية اللي ادخليني بسرعة أجري أعرف أن دي في مشكلة في الحبل الشوكي بالتحدي لا هو الحبل الشوكي أعراضه احنا كده نقلنا على الأعراض أعراضه هو العيان بيبقى فعلا فجأة مش حاسس بالجزء اللي تحت من ده من الأسباب برضو دي حالة أنا لسنا مصورها فيديو في العيادة مش عارفة منزلنا في فيديوات النهاردة ولا لا ده كان عنده انزلاجه دروفي والانزلاجه دروفي شو فيه انزلاجه دروفي ده حاجة بسيطة خلص علاجها دلوقتي عندنا بالأجهزة بشد الفقرات كمبيوتر بيرجع زي الأول وأحسن وبنبعد الانزلاج الجدروفي اللي هو الجدروف عن الجدور العصبية وبنتلاشى المشاكل حصل مشكلة في العصب بنعمل علاج للتهاب العصب عندنا احنا زي ما احنا قلنا نتخصصنا عليك طبيعي مخوط عصب معروض معانا على الشاشة دلوقتي قولنا يا دكتور كده تفاصيل الحالة دي وفيه صعوبة طبعا في محاولة المشاكل او 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 ده كان اول يوم احنا لبسنا دعمات خلينا جيب العيانين هو ايه الحالة بالزبط كانت ايه بالزبط كله دي حوادث حوادث بيبقى فيه قطع في النخاع الشوكي طبعا انا المعلومة اللي حابة اقولها ممكن يجيب حد تاني معيانين ده كان اول يوم حاولة ماش دي اصابة النخاع الشوكي في الفقرات الصدرية بس من فوق تمام ومع ذلك طبعا معظم الناس بيقول يعني المشكلة انه فيه بيجي لهم يعني توجيهات كده حالات اصابات النخاع الشوكي انت لا يمكن توقف ممكن نجيب عيانين تانيين هنخرج معنا وهيجيب لنا طيب حياتك قلت الاسباب واللي بتبقى اكترها اصابات يخاطئة حد يعني بيقع بشكل غلط او الحوادث معنا الحالة دلوقتي على الشاشة برضو الحالات الاخرى اللي حضرتك طبعا قمتي بمساعدتها وبعلاجها طبعا فيه خطأ شاقة انه بيتقال ان اصابات النخاع الشوكي لا يمكن يقفوا تاني هنشرح دلوقتي ازاي بتوقفوهم طيب والنخاع الشوكي فيه كدمة او فيه قطع جزئي او السيجنة المقطوعة ازاي بتوقفيها وازاي بتمشيها اه حكي لنا بقى يا دكتور هم زاي ما انتو شايفين وقفين ومشيين وفيه فيديو تاني البنوتة وصلت لطلعه ونزول سلم طب يبقى ايه الاستعدادات قبلها عشان اصل لمرحلة دي البنوتة دي لفسي على فكرة يعني دي دعامة قسيرة مش مكملة للاخر كويس يعني دي دي تحسنت شوية معنا اكتر فالدعامة ايه 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 لو قربنا الصورة شايفين دعامة قصورنانا خالص دي دعامات بنبقى نلبسها عشان نساعد المريض يعني دي وصلت معنا للمرحلة ان هي تلبس دعامة تغييرها خالص وخلاص وتمشي لوحدها هلو قوي بيبقى في قبلها اكيد استعدادات ما بنوصلش لمرحلة دي احنا بنعمل عملنا اعداد للجزء احنا بنعمل علاج مكسف ست ساعات يوميا وساعات بنوصل لعشر ساعات علاج طبيعي مكسف ده فقرات عنوكية بصوا حتى الفقرات العنوكية بصي ده شلال رباعي من السودان ده كان عنده مشكلة في الفقرات العنوكية يعني ده اصعب حاجة شلال رباعي شلال رباعي وبدأ فعلا خد الخطوات نعمله مشاية بشكل معين بحيث ناخد العضلات اللي شغالة ونحمل عليها وبنعمله جهاز بسوها لبس جابيه الجهاز ده على فكرة لحد وسط وبين لو قربته شوية بالكاميرا الجزء اللي تحتيني الجهاز ده بيبقى مكمل لحد الوسط كويس قوي قوي ده شلال رباعي كويس فيديو ده موجود وده امل كبير للناس في الحقيقة الناس اللي فقدة الامل خالص بوسي صابت النخاء الشوكي سهلة جدا انه شلال على طول شلال وفيه بيبقى فيه تيبوسات يعني طبعا احنا انا عايزة اشرح بس حاجة مهمة تفضل للناس اللي يعني ايه لكل الناس اللي عندهم حد او بيشتركوا معنا في المنظومة في علاق حالات النخاء الشوكي احنا احنا ازاي بنشتغل انه عين بالطريقة دي وقف اولا احنا احنا قريدي الاشارة مفقودة احنا بنشتغل على عضلات على الامدادات بتاعت العضلات اللي موجودة يعني والباقي بنساعده بدعامة تكمل الوظيفة الدعامة زي اللي بيلبسوها في رجليوم وصيارة والطويلة وكل واحد وفيه بقوكي عينا برضو يا ريتنا عرضها من ضمن الحالات برضو دي ما شاء الله وسط انها بتنزل وتطلع سلم كويس جدا جدا وكانت حالتها ايه يا دكتور؟ كلهم حوادث كلهم حوادث فشلل الترانسبيرس الميلاتس اللي هو التهاب النخاع الشوكي والسرنجو مهيري الهائة كاسة المية دولة ممكن لو تعالجوا بدري يبقوا نورمال اللي بيجوا متأخر دي حالات الوقوف اللي حضرتك وصلت لها دي اقصى حالة اللي هي الشلل الرباعي وعارف يمشي بالدعامات دي معجزة طبية اللي احنا عرضينه ده بالفيديو صوت وصورة ده معجزة طبية أصلا طبعا عايزين بقى نشرح الناس ده بالدليل العلمي ازاي ده بيحصل عندنا من اول فقرة استدرية اثنين لحد 12 كل العضلات بتاعت الترانك الترانك اللي هو من اول رأبتك أو من اول تحت رأبتك لحد الهود كل العضلات العميقة واستطحية شغيلة يعني انا ممكن العيان ده بنلبسه دعاية ما لحد الرجبة نستند رجبته في عيانين بيبقوا احسن شوية على حسن كل ما ينزل الليفل بتاع الاصابة كل ما العيان يبقى احسن شوية وكل ما كان برضو التدمة القطع كلي القطع جزئي ده برضو بيفرق معنا بنقدر نقصر الدعمات لحد دعامة تحت الرجبة وفي حالات وصلت لكله سلم وفي حالات تبقيت ماشية بعصاية واحدة من ماشية العكاس ومن عكاس لعصاية واحدة مراحل تطور مراحل تطور طبعا اه 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 انا عرضت هنا الحالات الصعبة قوي �ا Shield يعني كان فيه اقضاء اللي هو City الفقرة عنوكية او 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 في بلما النوتة اللي بتطلع دي كت من حالات الحلوة قلت لكم حالات صعبة يا ريت پ Stefans طب كويس جدا اللي هي كتطلع ونزع السلم المهم إزاي إحنا بنقدر إزاي إحنا بنقدر إن نعالج الحالات دي الحالات اللي نقول تيتو اللي هي الفقرة الصدرية التانية لحد 12 أنا عضلات الترنك بتاعتي كلها شغالة اللي هما الترنك قلنا اللي هو الجزء عضلات الترنك بتاعتي كلها شغالة العميقة والسوبرفيشال اللي هي السطحية طيب العميقة اللي هما عضلات البطن يعني يعني يقدر يقوم 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 لوحده ويقدر يسنك إحنا طبعا بنعلمه كل الحاجة تأهيل بقى مش آه تأهيل أو طبعا إحنا بنعلمه كل الكلام ده لأن العضلة دي فيه إمداد لها فنقدر أشغلها واستفيد بيها عندك الحاجة اسمها الإيريكتروس بيناي اللي هي بتفرد ظهرنا بتتساعد العمود الفقرين هو ما يبقى مشدود والملتفيدس دولة برضو من العضلات العميقة اللي بتساعدنا في الوقوف كويس جدا في نيجي بقى ده طب واللي فوق تيه اتنين اللي هو الفقرات الصدرية اتنين اللي هما زي الحلاب بتاعت الفقرات العنقية دي عندنا بقى دي فيه عضلات سطحية آه مش هيبقى بنفس الباور الوقفة بتاعته مش بنفس الباور وممكن يرجع الورق حتى زي بدأنا نلاقي لها حل زي الراجل اللي كان شرر وباق احنا هو المفروض لما باجي وقف عشان شغالة بالعضلات السطحية بس عضلات السطحية عندك مثلا فيها عضلة سبهر مبايزة سي واحدة من سي خمسة دي اللي بتعمل الحركة دي فعندك الكتف شغال وترابيزيس كلها شغالة فهو يقدر يعمل كده وبقدر يشغال التبريسورز على حسب من اول سي خمسة اللي هي الفقرة العنقية الخمسة لحد بقى تحتها بيبقى عندي امدادات معينة يعني سي ستة وسبه واخده عضلت اللي تسمى السدورسوي دي مسؤول عن الكراتش ماسلز بتعمل أداكشن وبتساعد في جزء من حركة الحوض أداكشن يعني يضم ييده كويس وبتساعد في جزء من حركة الحوض احنا وستش المذكرة بس الكلام واضح جدا حركات جسمة حضرتك تبعا بتشير لكل التفاصيل وبتدي أمل كبير يعني الناس اللي بيبقى عندها شلل هي بتفقد الأمل خاص فده التطور الكبير اللي وسط العلم دا بالدليل العلم احنا عايزين نوصل لإيه كويس ففي عضلات العضلات تي كلها اللي هي الكراتش ماسلز اللي هي العضلات دي بيبقى عندي إمداد لها سطحي اللي هي العضلات الرومبويد اللي بتاعمل كده واللي هي اللي بتضم الدراع والعضلات الرومبويد واخد الجزء اللي فوق من الضهر وتحتها على طول اللي تسمس دورسوي وسيرس تس أنتيرو اللي ممكن ندفع بيها يعني ممكن يدفع المشاية كمان يعرف يمشي اوه يدفع المشاية كويس يعني كل ده بيبقى الشغال فبيساعد الجزء اللي بيتركب اوه مع الجزء اللي بيتركب فبنقدر نوقف ونمشي العين في حالات شرر رباعي كمان وصلنا فيها كمان انه هما مشوا يعني بشكل كامل مشوا بشكل كمال وبدعامها واحدة وبدعامات قصيرة بس طبعا دي كانت الإصابة بتاعت النخايا الشوكي عندهم خفيفة اي بقى وبرضو البداية بازل زي الواضح معنا على الشاشة دلوقتي يا دكتور اوه البنوتة دي شطرة قوي بحبها قوي ما شاء الله دي ما شاء الله بصي دي شطرة دي بتطلع وتنزل سلم بصي بتعمل كل حاجة لانا قرب الكاميرا بس طيب طب يا دكتور قبل ما نختم كده مع حضرتك اكتر حاجة بتزعج المريض واهل المريض هي او في الحالات اللي خاصة بالحبل الشوكي بالتحديد هي التبول اللي ايراضي والدخول الحمام من اكتر الحاجات اللي بتعمل قلب نفسه احنا عشان من لخباتش اشارات المخ بنشتغل الاول على الوقوف كويس وعلى اساس انه نوجه المخ في اتجاه معين الى لو الحالة يعني قرية دي بدأت وقوف فبنكمل على اللي بعده طيب هل ليها علاجات؟ بنشتغل على التبول اللي ايراضي ونغير الاسطرة من دخلية الخارجية كويس مع طبعا دي دكتور المسالم تمام بنغير الاسطرة من دخلية الخارجية وبعدين بنقصر كل ساعتين لحد في حالات وصلت انه هما بيدخل الحمام طول اليوم وبيقصر بالليل بس كويس جدا جدا انا مشكورة جدا نورتينا في طبيب البلد الوقت طبعا بيجري بسرعة حالات النوخاء الشوكي بالتحديد ومن اكتر الحاجات اللي بتدي امل كبير للناس لأهل المريض للمريض نفسه احساسه بالامل ان الطبي بيتطور في المكان ده ولسه العلم ما بيقفش ابدا والتطور التكنولوجي في العلاجات الخاصة بالعلاجات الطبيعية بالتحديد امراض المخ والاعصاب يعني كثيرة جدا جدا ومصر تطورت فيها بشكل كبير جدا نورتينا نهاردة في طبيب البلد شكرا جزيلا دكتورانيا السيد استشاري ودكتورال علاج الطبيعي لأمراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعة القاهرة شكرا جزيلا كل شكرا لحضراتكم مشاهدين ومستمريين مع حضراتكم بعد الفصل خليكم معنا مرفضة شكرا لحضراتكم مشاهدين شكرا لحضراتكم مشاهدين